الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نكمل في هذا الدرس ما بدأناه في الدرس السابق فقد كان الكلام عن وجوب احترام أسماء الله تبارك وتعالى واليوم نتكلم عن بعض من صور احترام أسماء الله تبارك وتعالى فمن حق الله تعالى علينا أن نحترم أسماءه ونجلها ويكون ذلك بعدة أمور منها ألا يسمى بها غيره وذلك من تحقيق التوحيد فإن سمي بها أحد فإن الإسم يغير وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي شريح أنه كان يكن أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنية الرجل احتراما لأسماء الله تبارك وتعالى لأن الله هو الحكم على الإطلاق كما قال الله والله يحكم لا معقب لحكمه فيحكم في الدنيا بين خلقه بوحيه من الكتاب والسنة ويحكم بينهم يوم القيامة بعلمه فيما اختلف فيه وينصف المظلوم من الظالم وفي حديث أبي شريح السابق دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالخالق والرحمن والصمد والرازق والقدوس ونحوها ويجوز التسمي بالأسماء غير المختصة مثل عزيز لأنه نكرة فلا إشكال فيه ولكن لا يجوز التسمي بالعزيز لأنه معرف بألف ولم والعزيز هو الله سبحانه وتعالى فأسماء الله تبارك وتعالى كلها معرفة بخلاف أسماء العباد ومما يمكن أن يدرج تحت هذه المسألة احترام أسماء الله تعالى من أن تهان ومما يؤسف له أن نشاهد صورا كثيرة تنافي احترام أسماء الرب تبارك وتعالى فتجد أن بعض الناس يستعمل الصحف والجرائد الحاوية لأسماء الله تعالى أو شيء من آياته كسفرة للطعام وتجد الخضرج يضعها تحت الفاكهة وتجد صاحب المغسلة يمسح بها زجاج السيارة إلى غير ذلك من صورة الامتهان المحرم وتجد أن الطلاب في نهاية الامتحانات يلقون بالكتب في أفنية المدارس وفي الجامعات وهذا منكر محرم لما في إلقاء الكتب من امتهان لما فيها من أسماء الله تبارك وتعالى فيجب التوعية بحرمة ذلك كما أنه يمكن الاستفادة من أطنان الكتب وغيرها من الأوراق التي ترمى في النفايات بإعادة تدويرها والصورة الثانية أن لا يقول الإنسان لمملكه عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك واضع ربك إسقي ربك وليقول سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي فلا نقول مثل هذه العبارات لأنها توهم التشريك مع الله تعالى وسدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المالك أن يقول فتاي وفتاتي والعبد أن يقول سيدي ومولاي وهنا بعض التفصيل لوجود صور أخرى فنقول بداية إن قال المالك بصيغة النداء يا عبدي يا أمتي فهذا لا يجوز للحديث السابق وإن قال ذلك بصيغة الخبر فهذا على قسمين إن قاله في حال كان العبد غير موجود يعني كان غائبا أو كانت الأمة غير موجودة فلا بأس بذلك وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة ولم يترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد فلا بأس لأن القائل بذلك لا يقصد العبودية التي هي بمعنى الذل والخضوع وإنما يقصد أنه مملوك له ومن صور احترام أسماء الله تبارك وتعالى أن لا يرد من سأل بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه وهذا من باب إجلال الله تعالى وتعظيمه وهذا ليس على إطلاقه ولكن لو سأل السائل حقا له كما لو سأل بالله أن تعطيه الزكاة وهو من أهلها فهذا تعطيه ومثله لو سألك أن ترد له ماله أو دينه فهذا تعطيه لكن لو سأل شيئا لا حق له فيه كما لو سأل أن تعطيه دارك أو سيارتك أو ما لا تملك أو سأل معصية فهذا لا تعطيه والقاعدة أن السائل بالله يعطى سؤله ما لم يتضمن السؤال إثما أو قطيعة رحم أو ضررا يلحق بالمسؤول فعندئذ لا يجاب والقاعدة لا ضرر ولا ذرار والصورة الرابعة من صور احترام أسماء الله تبارك وتعالى ألا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة إجلالا لله تبارك وتعالى وإكراما له وتعظيما له لحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال العلماء فلا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنيا وإنما يسأل به ما هو غاية المطالب وهو الجنة ويستعاذ به من النار ولكن الحديث السابق فيه مقال فقد ضعفه الألباني ولكنه أتبع تضعيفه بقوله ولكن النظر الصحيح يشهد له فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل بالله تعالى فسؤال السائل به يعني بوجه الله قد يعرض المسؤول للوقوع في المخالفة وهي عدم إعطائه إياه ما سأل وهو حرام وما أدى إلى محرم فهو حرام فتأمل هكذا قال وليتنبه إلى أن وجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه الضرر وإلا فلا يجاب عليه وقد تقدم ما يشبه هذا الكلام ألا يكثر الحلف بأسماء الله قال الله تعالى وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ قال ابن عباس يريد لا تحلفوا لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وذلك مما ينافك مال التوحيد الواجب وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ومعنى جعل الله بضاعة أي جعل الحلف بالله بضاعة ففيه شدة الوعيد على كثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف بحق الله تعالى وعدم احترام أسمائه ولأن الإكثار من الحلف قد يوقع الشخص في الكذب والكذب حرام ومما ورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق كما روى الإمام مسلم فهذه بعض الصور من صور إجلال أسماء الله تمارك وتعالى فينبغي لنا أن نهتم بها وأن نعتني بها غاية العناية وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر